سيل من الأرقام يكشف حجم الأزمة يؤكد استمرار تعلق الكثيرين بحلم الوصول إلى الشاطئ الآخر في هوربة من أجل هذه الغاية تصبح المخاطرة بالحياة وسيلة معها يأتي ما بات يعرف بقوارب الموت لتشكل رمزا مأساويا لهذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر أحدث أرقام المنظمة الدولية للهجرة تشير إلى وفاة 160 مهاجرا قبال تسواح ليبيا بعد غرق قواربهم الأسبوع الماضي في تكرار الحوادث المأساوية لغرق قوارب المهاجرين في عرض البحر المتوسط وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن نحو 1500 مهاجر لقوا حتفهم على هذا الطريق خلال العام الجاري مقارنة بنحو 980 مهاجرا في العام الماضي ذكر مكتب المنظمة في ليبيا أنه خلال ديسمبر الجاري تم إنقاذ واعتراض 466 مهاجرا في البحر وقد تم اعتراض أكثر من 31500 مهاجر وعادتهم إلى ليبيا خلال العام الجاري مقارنة بما يقرب من 12 ألف مهاجر في العام السابق غير بعيد عن السواحل الليبي اعترضت البحرية المغربية في الأيام الأخيرة أكثر من 350 مهاجرا قبالة سواحل المملكة وعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب أنها أوقفت منذ بداية العام الجاري 12 ألف شخص مرشحين للهجرة غير النظامية وفككت 150 شبكة تنشط في هذا المجال لكن هذه الحصيلة لا تشمل المهاجرين الذين يعترضهم خفر السواحل المغربي في طريقهم نحو جنوب إسبانيا عبر البحر المتوسط أو جزر الكناري عبر المحيط الأطلسي وبحسب أرقام الداخلية الإسبانية فقد وصل أكثر من 37 ألف مهاجر عبر البحر إلى إسبانيا منذ مطلع العام ومع استمرار الأزمة دعت الأمم المتحدة إلى تضافر الجهود الدولية والإقليمية لمواجهتها خاصة في ظل ارتفاع المستمر في أرقام الوفيات من هؤلاء الساعين إلى الهجرة